لا زال النظام القطري يسير في طريق الكذب والفبركة وتزييف الحقائق متجاهلا دعوات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بيغير سياسته الخارجية الداعمة للفوضى في المنطقة إلا أنه مستمر بتعنته بل أنه يسعى لشرعانة هذه السياسات الهدامة والمرفوضة عن طريق تأويل الأخبار والتصريحات الداعمة له وكان آخرها أكذوبة لجنة التحقيق البريطانية التي ادعت وكالة الأنباء القطرية أنها زارت الدوحة للبحث فيما أسمته الوكالة القطرية بانتهاكات المقاطعة لم تنتهي مسلسلات الفبركة والكذب لدى الآلة الإعلامية القطرية منذ أن أنشئت ولم تكتفي بخداع الشارع القطري عن طريق زج المعلومات المغلوطة والأخبار المفبركة إنما تمادت إلى تزييف الحقائق واختلاق أحداث لم يكن لها أي ارتباط بالواقع وقد كشفت العديد من فضائح النظام القطري وأدواته الإعلامية خلال الفترة الماضية وكان آخرها ما قامت به وكالة الأنباء القطرية فقد نشرت أخبارا كاذبة عن تشكيل مجلس العموم البريطاني لجنة تحقيق للبحث فيما أسمته الوكالة القطرية بانتهاكات المقاطعة مستعينة في ذلك بعدد من الأسماء الوهمية من بينهم المدعو جي موريس الذي تبين لاحقا أنه ليس ضمن أعضاء المجلس فضيحة صارخة جديدة كشفت بدورها حلقة من تحركات قطر المشبوهة للإدعاء بمساندة العديد من الدول الأوروبية لها وتأييد النظام القطري في ظل الأزمة بين الدوحة والدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلا أن رد مجلس العموم البريطاني كان صارخا في وجه النظام القطري فقد أكد أن ما ادعته وسائل إعلام قطرية مؤخرا عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقق في تداعيات المقاطعة العربية على دولة قطر هو عار عن الصحة وليس له أي أساس من الواقع وعلاوة على ذلك كشفت وسائل إعلام عربية وغربية من ضمنها موقع عرب نيوز السعودي الصادر باللغة الإنجليزية عدم وجود لجنة تحت هذا الاسم ضمن لجان مجلس العموم وأكدة نقلا عن مصادر بريطانية أن ما تم هو أن عددا من الساسة البريطانيين أجروا زيارة بصفة شخصية وغير رسمية بدعوة من قطر إلى الدوحة في شهر سبتمبر الماضي وأنها لم تناقش ملف الأزمة بين قطر والدول الداعية لمكافحة الإرهاب وكشف الموقع السعودي أن وكالة الأنباء القطرية استعانت ببرلماني بريطاني لا وجود له يدعى جير موريس مشيرا إلى أن أعضاء مجلس العموم ليس من بينهم عضو بهذا الأسم بعد جديد يتخذه الإعلام القطري في مسيرته نحو الاحتضار فقد أفلس من مواده الإعلامية وخاب مسعى سماسرة الأخبار الذين كان يستعين بهم لفبركة الواقع وخداع الجماهير ولن يكون أمام النظام في قطر طريق آخر ليخرج به من أزمته إلا التوجه بقناعة تامة إلى العاصمة الرياض ترجمة نانسي قنقر